أهلا وسهلا فيكم بمحاضرة اليوم اللي بعنوان قراءة الأزرار والشروط خلينا أول إشي نراجع شوي من الفيديو السابق نراجع شوي من المعلومات السابقة اللي عنا نتذكر على اليسار في عنا قائمة الكائنات بالوسط عنا المشهد على اليمين عنا مجموعات الخصائص وين بتم عرضهن وإحنا بالمحاضرة الماضية عملنا أول مجموعة خصائص خاصة فينا إحنا وسمينا الكائن تبعها Game Control وسمينا السكريبت تبعتها اللي هي Game Controller طبعا ملاحظة صغيرة لازم تنتبهوا عليها بأنه اسم السكريبتات ممنوع يكون فيه مسافات بينما اسم الكائنات عادي لو كان فيه مسافات هاي برضو قاعدة مهمة جدا ممتاز نيجي نحكي عن أهدافنا لهاي المحاضرة هدفنا الرئيسي راح يكون طباعة جملة مختلفة لما نكبس على أزرار مختلفات يعني على حسب الزر أو الكبس اللي منكبس عليها بالكيبورد بدنا تنطبع عنا جملة مختلفة الأشياء اللي راح نحتاجها راح نحتاج أنه نتعرف على الجملة الشرطية ورح نحتاج أنه نتعرف على طريقة قراءة الكبسات داخل محرك Unity الجملة الشرطية زي لما نحكي مثلا إذا عطشت بشرب مي بالانجليزي إذا معناها إف بحالة البرمجة عنا بحالة اللاعب منقدر نحكي إنه إذا نقاط اللاعب أقل من خمسة فإطبع إنه خسر وإذا نقاط اللاعب أكثر من خمسة فإطبع إنه فأز فهاي مثلا يعني الشرح المبسط للجملة الشرطية يعاني زي لك إنه منحكي في لغة عربية ومنعمل إنه شرط يعني منشترط على الكمبيوتر إذا صار إشي سوي زي هيك ممتاز هسا نحكي شوي عن الكود كيف الكود موزع الكود موزع على شكل صندوق كل صندوق ممكن يكون فيه قيم ممكن يكون فيه اقترانات ممكن يكون فيه شغل وممكن يكون فيه صندوق ثانيات فرعية ممتاز نيجي مثلا نأخذ مثال عنا صندوق باسم كي كود جوه هذا الصندوق فيه جواته كبسات A-W-S هذا الكي كود الصندوق اللي باسم كي كود جواته صندوق صغار كل صندوق بمثل كبسة على الكي بورد طيب كيف بدنا نستعمل هذا الصندوق بدكم تنتبهوا على شغلة عنصر الدخول هو نقطة عنصر الدخول هو نقطة فهسا احنا عنا الصندوق اللي هو باسم كي كود بدنا نوصل لكبسة ال-A جواته شو منعمل منحكي كي كود نقطة A ليش النقطة نقطة يعني بتحكي للكمبيوتر ادخل جوه هذا الصندوق واعطيني الاشي اللي جواته جواته اشياء كثيرة فلازم نحكي اسم الاشي اللي بدنا اياه الاشي اللي بدنا اياه كبسة ال-A لو بدنا S نكتب كي كود نقطة S طيب خلينا هسا نتعرف على صندوق ثاني صندوق باسم input صندوق باسم input هذا الصندوق بيحتوي على عدد كبير من الاقترانات وبيحتوي على عدد كبير من العناصر المختلفة من اقترانات ومتغيرات وزي هيك احنا البهم مننا ثلاث get key get key up get key down get key انه طول ما انت كابس بيظله شغال يعني get key up رح يقرأ لك انه باللحظة اللي بتفلت فيها اللي بتفلت فيها الكبسة get key down باللحظة اللي الكبسة نزلت فيها ممتاز خلينا نرجع على الكود ويونيتي شوي ونطبق اللي تعلمنا احنا عنا هنا حكينا print خلاص اطبع بيطبع بشكل مباشر يعني اللي هو الجملة الغريبة هاي اللي كتبناها طيح ننزل سطر جديد كيف عرفنا انه لازم ننزل سطر جديد لانه هاي عنا الامر انتهى عنا فاصلة منقوطة فانتهى الامر فمنطقيا ننزل للسطر اللي بعده طيح خلينا نحط هدف في بالنا الهدف اللي في بالنا بانه مثلا نطبع جملة how are you لما نكبس حرف ال-W طيح شو بنا نحكي اذن اذا كبسة حرف ال-W اطبع how are you خلينا نحط امر طباعة how are you بالاول هي print how are you نتأكد انه اتبعنا نفس القواعد ونرجع هون نشغل اللعبة منلاحظوا بانه هيصارت عنا عمليتين طباعة الجملة الغريبة و how are you ممتاز نيجي هسا احنا شو حكينا ما بدنا نطبع how are you على طول احنا بنطبعها اذا كبسنا حرف ال-W طيح خلينا اذا نيجي هنا نكتب if ليش if انه احنا بنحكي بلساننا اذا اذا كبست حرف ال-W فاذا نحط احنا حكينا شو الاوامر تعاد قراءة الكبسة الاوامر تعاد قراءة الكبسة كانن جوه سندوق input هاي سندوق input ده ندخل جوه السندوق هاي منلاحظ فيه عدد كبير من المتغيرات والاقترانات احنا اللي بدنا اياها حكينا get key فيه عندنا هذولة الثلاث get key وup وget key down اللي بدنا نختاره بانه مثلا هاي نحط down بانه اول ما الكبسة تنزل اول ما الكبسة تنزل اقرأ لي اياها امشي على الشرط فانا زيلك اني بحكي اول ما الكبسة تنزل نفذ الامر طيب ممتاز هاي input dot get key down input يعني نقطة get key down شو الكبسة اللي بدنا اياها الكبسة اللي بدنا اياها هنذكر مجموعات الكبسات وين موجودات موجودات جوه سندوق key code نقطة وهي كل كبسات الكيبورد اللي ممكن يكونن موجودات على كيبورد طيب احنا شو اللي بدنا اياها ال-w نحط ال-w ممتاز هسه هون هسه هون هسه هنحنا دنا نكتب امر الامر هذو يكون تابع لجملة ال-f مش للإقتران ديكون تابع لجملة ال-f مش الإقتران فشو لازم نعمل لازم ننزل ونفتح قوسين هاي نزلنا وفتحنا القوسين هسه المطلوب مننا إذن يعني بدنا نطبع الجملة هاو آريو هون نيجي ننسخها زي هيك هس طبعاً تنتبهوا لشغلة input الاحرف الكابيتل فيها كابيتل والسمال سمال وget key down الكابيتل فيها كابيتل والسمال فيها سمال نفس الإشي الكبير بتكتبوه كبير والصغير بتكتبوه صغير إذا كان فيه أي خطأ إذا كان فيه أي خطأ بالاحرف فالكود راح يطلع لك error مثلاً شوفوا هاي حرف الك هو كبير بدي حطه صغير شو صار أعطاني خطأ ولو نيجي نرجع على الكود نيجي نرجع على محرك يونيتي راح نلاحظ أنه هاي بقول لي هون فيه خطأ أكبس على كلير الخطأ هاذ بروحش ليش بقول لي أنه فيه عندك خطأ مش موجود هذا الإشي جوه السندوق ليش لأنه الموجود أنه key capital فهاي بتفرق كثير وزي ما انتو شفتوا طبعاً يعني محرر نص الكود محرر يعني زي ما انتو شفتوا البرنامج اللي بنيكتب فيه الكود هو بساعدك كثير هو يعني بعطيك الاقتراحات فأنت امشي على الاقتراحات فأنت امشي على الاقتراحات اللي بتشوفه كبير حطه كبير اللي بتشوفه صغير حطه صغير ممتاز نسيذ نرجع ونشغل اللعبة راح تلاحظوا أنه الجملة هاي انطبعت طيب أنا كابس حرف ال-W أنا هيني بكبس حرف ال-W ليش ما بطلع ليش ما بينطبع لأنه نتذكر شغلة احنا وين حطينا أمر التحقق هذا انه احنا كابسين ال-F فور ما بدأت اللعبة باللحظة اللي بتبدأ فيها اللعبة يعني في جزء 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 الثاني الصغير اللي بلشت فيه اللعبة هذا بشتغل مرة واحدة طب أنا مثلا كبست على حرف ال-W بعد ثلاث ثواني كيف بدي أعرف مش راح أقدر أعرف وهو الكود موجود هون إذن اللي لازم نعمله نمسك الكود اللي إلنا نعمله cut ونحط هون بيست تذكروا start بيشتغل مرة واحدة أول ما تبدأ اللعبة بينما update بيظله شغال طول الوقت طول ما هي اللعبة شغالة هذا بيظله شغال فإذن منسيب منرجع هون منلاحظ بإنه ما انطبعته إيش هاو آريو ليش لأنه أنا ما كبست حرف ال-W لاحظوا كبست ال-W ها انطبعت هاو آريو أكبست W ثاني مرة انطبعت هاو آريو بظل أكبست عليها بتظلها تنطبع بينما هاي انطبعت مرة واحدة ونيجي هسا لنهاية محاضرة اليوم والتحدي تبعها المطلوب منك تطبع جملة هلو سير لما حدا يكبس على كبست ال-S لما تكبس على كبست ال-S يعني ال-S نزلت لتحت بدك تطبع جملة هلو سير ولما كبست ال-M حرف ال-M على الكيبورد ينزل لتحت بدك تطبع جملة هلو مادام وقفوا الفيديو وحاولوا تحلوا هذا التحدي وهسا منروح ومنحلوا تمام خلينا نيجي ونحلوا هس شو كان المطلوب بدنا نطبع هاي F input get key down keycode dot S لما تيجي عنا كبست ال-S بدنا نطبع هلو سير لما نكبس get key down لما نكبس على ال-M شو بدنا نعمل بدنا نعمل print هلو مادام طبعا زي ما قلت بدكم تنتبهوا على الفاصلة المنقوطة تنتبهوا على الكبير تنتبهوا على الصغير طبعا ملاحظة صغيرة اي اشي بين الشرططين ما بفرق انه كبير ولا صغير لنه هذا نص من عندك انت بتختاره وبتعطي للإقتران بينما الأوامر زي input زي get key زي الف الكبير فيها زي key code زي هذول الكبير فيهن غير عن الصغير وطبعا شغلة ثانية تنتبهوا عليها القوس هذا غير عن القوس هذا غير عن القوس هذا غير عن هذول الأقواس بدك تنتبه على الأقواس اللي بتحط لازم يكون مساويات للي احنا بنحط هون على الشاشة ممتاز نحفظ تغييرات نرجع نشغل اللعبة بكبس W نطبعت how are you بكبس S بتبعلي hello sir بكبس M بتبعلي hello madame ممتاز وهيكا منكون وصلنا لمحاضرة اليوم ان شاء الله تكونوا عرفتوا تحلوا التحدي واذا ما عرفتوا تحلوا التحدي ما في اي مشاكل بتصيروا تكتسبوا الخبرة اكثر في التدريب وبتصيروا احسن كل مرة عن اللي قابليها المهم انك تحاول في كل تحدي لو على الأقلية ربع ساعة ثلث ساعة ولو حوالة نصف ساعة بيكون ممتاز وهيكا منكون انتهينا ويعطيكم العافية